نفت محافظة القاهرة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة مقبرتي الإمام ورش صاحب أحد القراءات السابع للقرآن الكريم وأمير الشعراء أحمد شوقي ضمن أعمال التطوير التي تتم في المنطقة وأكدت محافظة القاهرة أن ما يتم تداول بهذا الشأن عار تماما عن الصحة مناشدة وسائل الإعلام ومستخدمين وقع تواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها